بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم أبو سيجل عن نبي جابك مصفى جديدة ومليحة وبنينة بسم الله ما شاء الله هي بسبوسة بالقشدة وجزل ذوقها ولا أروى ولا أروى ولا أروى صدقوني صدقوني عندها ذوق يعني خرافة خارق للعادة يعني أهل بيتي هنا كامل أجبتهم وكلاوها بسم الله ما شاء الله إذن أحبائي الوصفة هذه رح تلقاوها في هذا الفيديو أول حاجة قبل ما تروحوا تشاهدوا الفيديو دايما نذكركم إنكم تعملوا إعجاب عملوا لي إعجاب لهذا الفيديو باش ينتشر وأجركم على الله كما نعرف كل أي وصفة فيها مقادير وفيها كيفية التحضير وروحوا نشوفوا بعضنا كيفية التحضير والمقادير وروحوا نشوفوا يا الله روحوا نشوفوا يا الله روحوا هنا في طويل العمل عندي جسان إلى ربع كما كنتم تشاهدوا سميد وعندي كاس إلى ربع سكر وعندي كاس جوز الهند وعندي كاس إلى ربع زيت وباقي اسمن عندي قلبة يغورد طبيعية وعندي زوج بيضات وزوج أكاس خامية حلوية هنا في رسيبيان نضع كاس إلى ربع ثاني ونضع كاس إلى ربع ثاني ونضع كاس إلى ربع ونحرك جيدا بالفوية كما نعرف كل يعني نواشة نحركها مع بعض حتى تندمج السكر والسميد مع بعض ونضيف هنا كاسين خميرة نضفت له وضفت ثاني ونذيب هنا السمن والزيت ونضيفهم للسماد ونحرك جيدا حتى يتمكن بعضها يعني مع زيت والتسماد والزيت ونضيف هنا فيودين ونحرك بالفوية جيدا حتى تصبح جاريا هذا هود القوام ونضيف كاس جوز لهنا نضع كوكو ونحرك يعني الضوء هذا بسم الله ما شاء الله مع الجبن هداك عطينا الضوء ما شاء الله ونضيف له هنا علبة ياغور طبيعية ونحاول نحرك ونرى القوام إذا كانت تنقص نزيدها كمية حليب فقط أنا هنا نقصتني شوية نضيف كمية قليلة ونحرك ونرى معها إذا كان تكفي إذا ما كفت نزيدها كمية حليب يعني يجينا شوية جارية ما تجيش يعني عقدة أنا ضفت عودت كمية حليب ونحرك جيدا ونحرك حتى تحصل على القوام المطلوب أنا جبت زجاج هداك وفرغت نصف الكمية الطبقة الأولى نضع فيها ونحاول نمدد هذه العجين في كل الأماكن حتى تصبح مستوية كلها جد بعضها بعد ذلك ندخلها إلى الفرن على 220 درجة نتركها حوالي 20 دقيقة ونخرجها بعد ذلك نذهب وطر حليب ونضيف هنا نصف كاس من الميزيناء ونحرك ونضيف ونضيف ملاعق سكر ونحرك ثم نذهب إلى الفرن ونسخن هذه الحليب والكريمة هذه حتى تعقد ونضيف لك كمية من الزبدة ونضيف نسخن 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 حصلنا عفن على لون شبه ذهبي كما تشاهدون يعني طابط من تحت ونفق قليلا فقط هنا نجيب ملعقتين من الفنيئ ملعقة صغيرة من الملح ونحاول نحرك جيدا وضفت هنا علبة كرام فراش يعني قشدة وضفت قطاع من الجبن أنا كنت تصورت الجبن ولكن المقطع ذلك لم أحكمته هنا فيها قطاع الجبن الصغير يعني المثلة هذاك لتعطينا الضوء بسم الله ما شاء الله ونحرك جيدا حتى تتمازج كل ما بعد المواد هذه وكونات ونذهبوا هنا نجيبوا كاس إلى 4 سكر وكاس إلى 4 ماء نضعها فوق النار تغلي مع شريحة ليمون ومن بعد نخرجوها 7 دقائق ونخرجوها هنا جبت الكريماتي وضعتها فوق البسبوسة كما راكم تشوفوا ومددها كامل بسباتيول حتى تصبح مستوية كل جيد بعدها ونجيبها تبرد جيدا هذا ونجيبها تبرد تماما 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 ونحركها مليح كما نضرب البلاتيع كما تصبح كل الأماكن بعدما بردت جبت العجينة وضعت طبقة الأخرى فوق منها هذا ونعود إلى الفرن نضرب فقط حتى تأخذ هذه اللون الذهبي ونخرجها هنا بعدما طابط تكون لون الذهبي وهي سخونة تكون لدينا شربات سخونة ونضعها للشربة مليحة قمت بتعطيكم ضوء باسم الله ضوء ولا ارواح ضوء خرافي قلت كل العائلة كاملة عجبتهم ما شاء الله ما شاء الله انا شربها كامل وهذه البسبوسة اذا افضلت لكم ان يتركوها في الثلاجة لا تخذي حاجة الثلاجة بعد ما شربتها مليح نجيب مكسرتنا يا بيستاش يا كوكاو يا لوز يا جوز يعني تزيين اختيار يكون هكذا ثم نضيف يعني الجوز نضيفه عشوائين فقط بعد ذلك يعني خلوها اتبر تماما تحكم روحها مليح حتى يعني خمس ساعات ست ساعات ونقطعها كما راكم تشوفوا بالسكين قطع قطع نحاول ان نقطعها يعني مربعات صغار حاولي تسبق تسعة قطع كما كم تشوفوا جي هشة بسم الله ما شاء الله ضوقها يعني يعني نعاود ونكرر ضوق حم روحة 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 تقدم تجربوها ان شاء الله وبهذه الوصفة ان شاء الله كنت كملت معكم هذا الفيديو اللي جاءت البسبوسة هذه بالقشرة وجزلة هند هذاك جاءت ولا اروح ولا اروحة تقدم تجربوها ان شاء الله وهذه الوصفة كانت في قناتي مقبل واليوم فقط اعودتها للافادة بما انه ورمضان على البواب قلت وعليش لا نعودوها هنا باش الناس تستفد منها اذا انا حبائي اه لتخل او مرة نقول له مرحبا بك اه اشترك في قناتي وفعل زل الجرس حتى تأتي كل جديد والناس اللي القدم نقول لهم اهلا وسهلا بك مرة وقرأ وان شاء الله ما تنسونيش بلامس ذاك العجاب اه اعجاب فقط هكذا انا كملت معكم الفيديو ونقول لكم سلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله ولا تنسونا بالدعاء